السلام عليكم ورحمة الله هذا المولد الكهربائي كان يشتغل بشكل عادي ولما نفد من الزيت ارتفعت حرارته وانكسر المكبس بالداخل شاهدوا كيف أصبح يضر سنحاول نزع الخزان أولا السبب الرئيسي في هذا المشكل هو تلف حساس الزيت الذي يعمل على إيقاف المولد في حالة نقصان الزيت بداخله ولن يشتغل إلا إذا قمت بإضافة الزيت له شاهدوا عمود المكبس انكسر وقام بكسر جسم المولد شاهدوا عمود الكرنك كيف أصبح يضر سأحاول إيجاد تلك القطع وإعادتها إلى مكانها وتلحيمها بشكل جيد بعد إصلاح المولد نقوم بتضوير مفتاح تشغيل ثم نقوم بسحب الستارتر إلى أقصى اليسار ثم نقوم بسحب الحبل ثم نقوم بسحب الحبل ثم نقوم بإرجاع الستارتر إلى أقصى اليمين وسنحاول جريب عليه المتقاب وها هو يعمل بشكل جيد إذا في فيديوهات قادمة بإذن الله سيكون الشرح مفصل نقوم بشكل جديد نقوم بشكل جديد كما نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس دمتم في رعاية الله وحفظه نقوم بشكل جديد نقوم بشكل جديد